عزيزي المشاهدين في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فكرة لبقرة موضوع اليوم يدور حول دور الهندسة الزراعية في مجال الزراعة داخل مصر خصوصا وإن كانت الكوادر الهندسة الزراعية يبتكرون كل ما هو جديد للمساهمة وبشكل كبير للحفاظ على الآلية الزراعية داخل مصر خصوصا ونحن نمر بأحدث الطرق وأقل التكاليف التي تحافظ على هدر المياه وتعطي القدرة الانتياجية في مجال الزراعة معنا النهاردة عن طالب من كليات الهندسة الزراعية جمعة الأزهر مبتكر مشروع الطاقة الشمسية خلانا نتعرف عليه النهاردة ويعرفنا عن نفسه أكتر وعن كلية الهندسة الزراعية جمعة الأزهر الشريع معي ومعاكم النهاردة المهندس محمود شعبان المحرزي خريج كلية الهندسة الزراعية جمعة الأزهر الشريع أهلا بك محمود أهلا بك أستاذ مصطف عاملين النهاردة الحمد لله بخير تمام الحمد لله نحب نتعرف بيك وتعرف السادة المشاهدين بكلية الهندسة الزراعية أنا محمود شعبان فراج خليل المحرزي خريج كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر بالقاهرة قسمه هندسة المنشآت الزراعية والتحكم البيئي حصل على تدريب من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتدريب من الهيئة العامة المواصفات والجودة واشتغلت بشركة الهودة للطاقة البديلة واشتغلت أيضا وحصلت على تدريب من شركة جي تيك سولار توريد وتركيبة محطات الطاقة الشمسية المختلفة أنا من محافظة قينة مركز أبو تيشت قرية المحارزة كلية الهندسة الزراعية هي كلية حديثة طبعا وانشيات منذ 2012 الهدف منها تطبيق الأساليب الهندسية في الزراعة بحيث أزود الإنتاج هذا رقم واحد زيادة التوسع الأفقي والرأسي التوسع الأفقي اللي هو زيادة المساحة الزراعية المزروعة والتوسع الرأسي اللي هو زيادة الإنتاج الهندسة الزراعية كلية حديثة وانشيات منذ 2012 بها أربعة أقسام القسم الأول قسم هندسة المنشيات الزراعية والتحكم البيئي اللي هو أنا خريج هذا القسم القسم الثاني قسم هندسة التصنيع الغذائي القسم الثالث قسم هندسة القوة والآلات الزراعية القسم الرابع قسم الشعبة العامة القسم الخامس الشعبة العامة اللي هي تشمل جميع التخصصات جميع التخصصات تمام قسم اللي هو الرابع يعتبر اللي هو قسم هندسة نظم المياه والري دي الهندسة الزراعية أنا في قسم هندسة المنشيات الزراعية والتحكم البيئي طب يعني عاوزين نعرف برضو كإيه التخصصات داخل هذا القسم تمام قسم هندسة المنشيات الزراعية أنا الأول خريج هذا القسم حصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف بسم الله ما شاء الله يعني بحيييك كل التحية والتقدير على الكوادر الطيبة اللي خارجها من جامعة الأظهر الشارعية دائما تعودين الأظهر لا يخرج منه إلا مبدعي هذا القسم حصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف بترتيب الأول على هذا القسم بنسبة 87.5% هذا القسم يختص بجميع المنشآت الزراعية مثل الصوب الزراعية سواء كان open system أو closed system نظام مفتوح أو نظام مغلق كما يختص هذا القسم بربط الطاقات الجديدة والمتجددة وبالزراعة واستخدام وتسخير هذه الطاقات الجديدة والمتجددة في خدمة الزراع مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبيوغاز والبيوماس هذه تخصصات هذا القسم طيب لو تكلمنا اليوم عن مشروع تخرجك واللي هو في معناه يتحدث عن الطاقة الشمسية تقدر تحدد لنا أهم النقاط الهامة اللي ممكن تكون ربط بين الهندسة الزراعية والطاقة الشمسية النقاط الهامة التي تربط بين الهندسة الزراعية والطاقات المتجددة عموما رقم واحد أننا كمهندس زراعي موجود في مزرعة أو شركة زراعية مطلوب مني أننا أدرس جميع الطاقات الجديدة والمتجددة سواء كان طاقة شمسية أو طاقة رياح أو بايوغاز أو بايوماس ليه؟ أنا دلوقت المصادر التقليدية عندي مش موجود أنا في الصحر معين مزرعة في الصحر ومش عارفة أو عايزة أشغل فيها كهرباء أو عوزاروي وأنا لو رويت بالديزل اللي هو الغاز تكلفته عالية جدا في حين أننا لازم في درسات الجدوى التكلفة تكون قليلة جدا فأنا بلجأ إلى استخدام هذه الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحيث أجلل التكلفة هي طاقات نظيفة طاقات دائمة مستديمة دوام الحياة هذه الطاقات لا ينتز عنها تلوث كمان باستخدم الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية باستخدمها في تجفيف المنتجات الزراعية وكمان باستخدمها في تشغيل طلمبات الغاطس البامب اللي أنا بروي به في المزارة وكمان باستخدمها في تبريد وتهوية الصواب الزراعية والمنشآت الزراعية بحيث أننا هيئ الظروف البيئية الملائمة اللازمة لنمو النبات طيب يعني الكلام ده كله حلو جدا وجميل ونستمع لي من فترة نحن عاوزين بات اليومين دول الحفاظ على هدر المياه تمام هل الطاقة الشمسية لا يضر في ذلك؟ أكيد إن شاء الله الطاقة الشمسية أنا باستخدم الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات المياه في المزارع اللي هو البامب بحيث أننا لو استخدمت الطاقة التقليدية اللي هي مثلا الغاز أو الديزل بيكون تكلفته عالي يعني لو أنا بروي مثلا معي عشرة فد فدا معي عشرة فدا بروي مثلا كل في الأسبوع مرتين في الأسبوع مرتين أرض عندي رملي الأرض اللي عندي رملي فأنا بروي كل في الأسبوع مرتين كل ثلاثة يام مرة أو كل أربع تيام تمام التكلفة العشرة فدن راي بالديزل 500 جنيه في المرة المرة 500 يعني المرتين للأسبوع في الأسبوع مرتين كده ألف طيب في الشهر أربع تلاف في السنة 48 ألف جنيه 48 ألف ده في السنة ده بالنسبة للديزل المستخدم حاليا طيب في حين في السنة في السنتين من خمسة وتسعين إلى 100 ألف جنيه مقارباً 100 ألف جنيه طيب في حين أنا لو استخدمت الرأي باستخدام الطاقة الشمسية اللي هو تشغيله البامب الغاطس التكلفة تكون كام العشرة فد على سبيل المثال بيحتاج محط الطاقة الشمسية قدرتها مثلا عشرة حصان أو عشرة كيلو واط تمام العشرة حصان تكلفتهم من 85 ألف جنيه طيب العمر الافتراضي للطاقة الشمسية هتوجد معي 20 سنة 20 سنة ده بالنسبة للطاقة الشمسية ده بالنسبة للطاقة الشمسية طيب أنا لو استخدم ديزل سنتين بس سنتين 100 ألف جنيه هتكفيك سنتين بس يعني التكلفة بتزيد من الطاقة الشمسية dental معي 20 سنة يعني أنا مستفاد بالطاقة الشمسية ببلاشي فري كده في حدود 18 سنة تمام طب يعني هي مطبقة الطاقة الشمسية هنا في مصر ولا؟ آه ولكن مش كثيرا هي مطبقة في مصر هي بدأة ظهور الطاقة الشمسية منذ 2012-2013 تبني لها فين في المناطط؟ هي حاليا موجودة في كل مكان في الدول كترة شركات الطاقة الشمسية الشركات ولكن العملاء هو العميل بيقول لك التكلفة عالية أنا لما ركب محطة مثلا في البداية تكلفتها 100 ألف جنيه على عشرة فدان بيقول لك تكلفتها عالية فأنا هدفع 100 ألف جنيه وبعد كده مش هيبقى فيه مكسك وهو بالنسبة له آه بس مع العمر الافتراضي بتجيب بتعدي انت دفعت آه ده مع العمر الافتراض آه طيب يعني لو قلنا انه هندسة الزراعية أو الكوادر اللي داخل هندسة الزراعية ايه دورهم بات في تحديد الطاقة الشمسية آه دور الهندسة الزراعية في الطاقة الشمسية ان انا قلت لك قلت لحضرتك يا أستاذ مصطفى آه بستخدمها في تشفيف المنتجات الزراعية تمام بستخدمها في توليد الكهرباء الكلام ده مية مية وكلام كواس جدا تمام بس انت دلوقتي بتكلم عن كادر الهندسة الزراعية تمام في ايه تاني غير الكادر الهندسة الزراعية ممكن يدخل في مجال الطاقة الشمسية فيه هندسة قسم كهرباء طيب الفرق بينكم ايه الفرق بيننا انه هو حضرتك مختص به هو ممكن تركيب احنا بنركب احنا نعرف التركيب ونعرف الاساس العلمي بس هو بيشتغل في الصناعة صناعة الخلايا الشمسية صناعة الخلايا الشمسية نفسها احنا بحيث انه لو في مزرعة مش هجيب مهندس كهرباء ي دا انا استوضم اه اده موجود مثلا يكون من ناحيتين يعني هتستفد من مهندس الخارجي هندسة الزراعية من ناحيتين انه هو يشغل لك طاقة عارف يشغل طاقة عشان دارس الحاجات دي احنا بندرس طاقة جديدة ومتجددة سنتين اه في الكلية اه في الكلية اه وليكم طبعا عملي اه عملي اه تبع الكلية برضو اه الحمد لله احنا مشغلين الكلية المعمل اه معظم المعمل الشغالة عندنا بالطاقة الشمسية في الكلية طيب يعني نستابل كده دكتور سامير حافظ عميد كليات الانداز الزراعية جامعة رازم اهلا بك دكتور اهلا وكهلا اه كل سنة وحضرتك طيب وانتو كبيرين الصحة يا رب معايا النهاردة كادر من الهنداز الزراعية جامعة الاظهر الشريف ويعتبر الاول على قسم المنشآت اه طالب ابنانا محمود اه محمود شعبان تمام علينا تحب توجه لحضرتك يعني لمحمود ايه او للطلب اللي زي محمود بشكل عام اه والله سياتي شرف طالين ان الطلب اكتورنا لوائد عندكم اه ودو حاجة شرفنا ودائما انتم من الكنوات الوائدة لخريج كليات الهنداز الزراعية محمود محمود من الطلب المنتجين وعندنا انتال محمود كتير ما شاء الله وآآآ كريجنا منتشر على متوى الجمهورية والكلام اللي قاله محمود كله مفهوط وزي الورد وان شاء الله هنبعث لكم اوائل اللقسام التانية زي الري زي الالات زي قسم التصنيع هم ان شاء الله اه احنا كل اللي خريجنا الحمدلله محمود والتغارين من قبل ما انتهربوا ربنا يبارك فيهم دايما طيب يعني احنا بنتكلم النهاردة عن موضوع الطاقة الشمسية احنا مشاريع طلق محمود محمود طبعا عمل مشروع على الطاقة الشمسية ومن المشاريع اللي ناجحة واحنا بدأنا اه ننتشر في توليد توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في اه ادارة اه ترمبات المياه الغدسة بالزبط وانتشر هذا المشروع في الريف المصري في غرب المانيا في احد المزارع الرائدة هناك والحمد لله اخرجنا كلهم بديروا المنظومة ومقيمين هناك في النيا وانا رحت ابعتهم وزرتوا حاجة هاي الحمد لله طيب كويس جدا دايما كوادر الهندات الزراعية جامعة الاظر بتفكرنا ما شرف لنا بشكرا شكرا جزيرا دكتور سامير حافظ عميد كلية الاندالة الزراعية والدكاترة القيمين على هذا المجهود العظيم اللي منشوفه امامنا دلوقتي متشكر ليك متشكر ليك ربنا يا كريم فاضح طيب محمود يعني نستكمل حوارنا عن الطاقة الشمسية لو استخدمنا مثلا اقولنا هنقيم مزرعة في احدى السحارة او ما الى ذلك فاعيه هي البدائيات اللي ممكن نعملها؟ تمام الدولة حاليا بتسعى الى استصلاح الاراضي الصحروية الزراعية وده بيكون بديل عن الاراضي اللي هي هي أراضي ودي النيل هي أراضي ودي النيل هي قريبة من النيل هي بتتروي من النيل والأراضي الصحراوية الزراعية بتتروي من الخزان الجوفي الأرضي تمام؟ الخزان الجوفي الأرضي طبعاً بتختلف وش المية في الخزان المية الجوفي من مكان لمكان مثلاً يعني سوى مثلا من يتروح من 25 متر إلى 30 متر تمام اللي هو مستوى وش الماء في الخزان الأرضي بالنسبة للأرض تمام أنا لازم أعرف المنسوب ده بحيث أن أنا وأنا بحس بحساباتي في حسابات الطاقة الشمسية بحدد قدرة الغاطس بعد كده بحدد قدرة المضخة حدد ده كله وعرفت أنا الغاطس هستخدمه الديه بعد كده بستخدم الرأي بالتنجيد الرأي بالتنجيد ليه الرأي بالتنجيد الرأي بالتنجيد بيحافظ على الخزان الجوفي الرأي بالتنجيد كفاءته 85% يحافظ على مستوى الماء عجعل الماء في قريبة من منطقة جزور النبات ما فيش أي هدر في الماء فأنا كده برشد استهلاك الماء رقم واحد رقم اثنين بزود الإنتاج رقم ثلاثة منعت نمو الحشائش بخلاف الرأي بالغمر لو استخدمنا الرأي بالتنقيد مش هيكون في كل الزراعات يعني مثلا الرز استخدم له الرأي بالتنقيد إذن؟ الرز دايما بيكون رأي بالغمر والرز يفضل بيكون في الأراضي الطينية طيب يعني أكيد أنت سمحت يعني أنه خلاص المنظومة ممكن تنفذ بين يوم والتاني اللي هو الرأي بالتنقيد في مختلف محافظات مصر مطبق هو حاليا يعني ولكن مع بعض المحاصيل مع بعض المحاصيل طيب لو استخدمناه بعض في كل المحافظات إذن ممكن يتيم فيه؟ الرأي بالتنقيد ليه مميزات كثيرة جدا زي ما قلت لحضرتك أستاذ مصطفى إنه هو كفاءته عالية جدا برشد استهلاك الميا ده نحن بنعاني من مشكلة سد النهر موضوع ده خلاني نلجأ للرأي بالتنقيد بطرق الرأي الحديثة سواء كان الرأي بالرش أو رأي بالتنقيد الرأي بالتنقيد بيجعل الميا في مستوى جزور النبات بس بيدي للنبات الكمية المحتاجة وما فيش زيادة بحيث ما تبخرش فأنا ما عنديش هادر في الميا فلو عمم الرأي بالتنقيد يعني دي حاجة هو أعلى حاجة في الرأي أصلا في الكفاء بالنسبة للكفاء آآ يعني ممكن الطاقة الشمسية اللي هنتكلم عنها تدخل في الحفاظ على ذلك الطاقة الشمسية أنت بتشغل المضخ آآ أنت كله مرتبط مع بعضه أنت بتشغل مضخة الغاطس لو أنت في الأراضي الصحراوي بتشغل مضخة الغاطس بالطاقة الشمسية آآ وبتستخدم الرأي بالتنقيد مع المضخة الغاطس تمام بحيث أنت بترشد استهلاك الميا وبترشد استهلاك الطاقة يعني أنا مناعت الهادر في الطاقة و Seeing نحز يا مناعت اللـ و راشدت استهلاك الميا يعني ل Rose يعني أنه منعت الهادر في الطاقة وبمانعت الهادر في الميا حفظت يع من ناحيتين уч Ferutsi AND 奈 Ö من ناحيتين طاقة وميا ترشيد استهلاك الطاقة و ترشيد استهلاك الميا تش dollar و بحيس أجني أن أمنى إستخذ من الطاقة الشمسية طاقة نظيفة و طاقة دائمة جديدة و متجددة ومن مصانع الطاقة الآ الشمسية أو مصانع الخلايا الشمسية المشهورة الماس مصنع الانتاج الحربي ومصنع باورفيلد باورفيلد بيينتج خلايا منو وبولي تمام الفرق بينهم في الكفاءة يعني الفرق بين البولي والمنو ونسبة الشوائب اللي بتكون متضافة على الخلايا تمام ده هو تصنيع خلايا نفسه تمام تمام المصنع ده بيينتج خلايا بولي ومنو بكفاءة عالية جدا قد تتراوح ل 17% تمام ده معدلات طبيعية طيب يعني احنا لو قلنا استخدام او ارشاد المزارعين بشكل عام ممكن نرشدهم ليه ارشدهم الى استخدام جميع الطاقات الجديدة ومتجددة عدم حرق وإلقاء المخلفات الزراعية المخلفات الزراعية لها اهمية كبيرة جدا اللي هي وسط أغلي كارتشو دي لها اهمية كبيرة جدا اننا باستخدمها ممكن في انتاج طاقة من الطاقات الجديدة والمتجددة اللي هي البايوغاز اللي هو الغاز الحيوي اللي هو غاز الميسان سيتش فور تمام غاز الميسان ده انا باستخدمه كوقود او باستخدمه في تشغيل اي مولدات تمام المخلفات دي باخدها المخلفات الزراعية بعملها عملية تخمر لاهوائي في وجود مخمر معين سواء كان في المخمرات نوعين يا اما نظام هندي يا اما نظام صين تمام النظام استخدم اي نظام فيهم بحيث ان انا اولده البايوغاز ده بعملها تخمر لهوائي الفترة معينة تنشط البكتيريا بتحلل بتحلل المواد العضوية اللي هي داخل المخلف ده بنتج البايوغاز البايوغاز جت قلت لحضرتك بس تخدمه كوقود وفي تشغيل ممكن استخدمه في تشغيل المضخات كذلك برضو استخدمه في تشغيل اي مولد ده الهندات الزراعية بتدخل فيه بارن اه ده ما هو ده في كل المجالات الهندات الزراعية بحيث ان انا اعرف عليك طريقة صحيحة وطريقة نظيفة لمعالجة المخلفات الزراعية دي طريقة نظيفة وطريقة ما فيهاش اي مخلفات وبعدين الحمقى اللي بتنتج من من هذه العملية اللي هي عملية انتاج البيوغاز باستخدمها كسماد عضوي باستخدمها برضو كسماد عضوي ده هو دور الهندسة الزراعية اه سماد عضوي يحتوي على جميع عناصر الضرورية اللازمة لنمو النبات فالطاقات الجديدة والمتجددة حضرتك بندرسها بحيث استفاد من كل حاجة في الشركة الزراعية اللي عندي ما فيش حاجة اسمها عندي انا كمهندس زراعي في المزرعة ما فيش حاجة اسمها عندي ويست مخلف لا كله ليه اهمية كله ليه اهمية وكله بينتج منه اه كل حاجة انا باستخدمها وبعملها ايه ريسايكلينج او ريوزينج عادي استخدام او عادي التدوير طيب يعني انت كلامك كده بتقول الطلبة كلهم ادخلوا عندي الزراعي اه الحمد لله او عشان احنا بكل المجالات وكل المشاريع القائمة اه الحمد تمام طيب يعني تحب توجه كلمة شكر المين قبل من اختم فقراتي احب اوجه الشكر الاول ربنا سبحانه وتعالى في البداية والنهاية اه بعد كده الوالدي ووالدتي ربنا يحفظهم يا رب من كل سوق وبعد كده اسد زيتي والدكاترة بتعلمت على يديهم اه وبعد كده عمامي واهل قريتي قرية المحارزة ربنا يحفظهم يا رب من كل سوق اه 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 احب هنق زميلي محمد كرم بنجاحهم بارح اه احصل على امتياز مع مرتبة الشرف اندازة زراعية بقى لا هو اخريك كل التربية اه اه الف مبروك الله يبرك فيه اه احب اشكر سلسلة مطاعم كشر الشيخ اللي انا اشتغلت فيها برضه اه اه احشان ناس عملوا الاحتفال وناس محترمة جدا كان احتفال كبير الحمد لله كويس جدا تمام يعني كده عرفنا منك اهمية التقى الشمسية وعرفنا منك دور الهندسة الزراعية واهميتها داخل مختلف المجالات سواء في الزراعة وفي الرأي وما الى ذلك واهمية التقى المتقددة يعني بشكرك شكرا جزيلا بش مهندس محمود شعبان محرزي واتمنى لك التوفيق واستداث فيما هو قادم شكرا كده انتهت الفقرة الاولى من حلقة اليوم في برنامج فكرة البكرة استنونا بعد الفاصل مع مفسر الاحلام والرؤية الاستاذ محمود فكري